أن لا تذبح ذبيحة أمام ذبيحة لا تذبح دابة أمام دابة لأن هذا فيه قتل لها والعياذ بالله قبل أن تذبح فإذا رأت التي قبلها قد أريق قدمها قتلتها أنت الآن مرتين مثل إظهار الشكين أمامها في قتل لها قبل أن تذبح قتل لها قبل أن تذبح فهي تفهم تفهم هذا المعنى مسألة أخرى شدد العلماء في مسألة ذبح البهيمة أمام البهيمة شددوا فيها وذكر ابن رجب في شرح الأربعين قصة أن رجل ذبح عجل صغير أمام أمه ففقد عقله يعني ابتلاه الله عز وجل فسلبه عقله فأصبح مجنون يذهب في الصحراء ويذهب هنا وهناك وسبحان الله في يوم الأيام كان تحت الشجرة فسقط فرخ من عش في أعلى الشجرة وبدأت يعني أم الفرخ ترفرف بجناهية وهو في هذه الحالة قام فحمل الفرخ ووضعه في العش فرد الله إليه عقله رد الله إليه عقله ولذلك ما يفعله بعض الجزارين من جمع البهائم أمام بعض وذبحها هذا حقيقة خطأ مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيتنبه الإنسان لها ولا يقول والله أنا عندي ذبائح كثيرة يا أخي ممكن تخفيها خلف جدار تخفيها خلف ساتر أما تجمعها هكذا هذا لا شك بأنه من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام